تحركات نشطة لرئيس الحكومة تجاوزت حدود العاصمة المؤقتة عدن لتشمل اجزاء من ثلاث محافظات قريبة بدأها بزيارة قاعدة العند وكارش في لحج وتلتها زيارة لمحافظة ابيان ليصل اليوم الى مدينة المخى غرب تعز زيارات ميدانية ربما تحمل في طياتها رسائل ايجابية عن عزم الحكومة للخروج من بوتقة الحصار والاقامة الجبرية التي فرضت على اعضائها في العاصمة المؤقتة تلك التحركات بدأت بمحاولة تطبيع العلاقات مع القوات الاماراتية صاحبة النفوذ الامني والعسكري في المناطق المحررة حين عقد بندار سلسلة من اللقاءات مع قائد القوات الاماراتية في عدن ليعلن عن تدشين مرحلة جديدة من التقارب النسبي والمشروط بعدم الخروج عن النص الذي ترسمه الامارات للاطراف المحلية عقب التقارب المعلن شهدت الخدمات نوع من التحسن الذي انعكس على قطاعات الكهرباء والخدمات وتحركات المسؤولين الحكوميين على الرغم من استمرار الانقسام في العمل الامني والعسكري ورفض التسليم مبنى المحافظة للمحافظ الجديد من قبل المحافظ المقال والمدعوم اماراتيا وصول رئيس الحكومة للمخايا راه العديد من المراقبين جزءا من سياسة التطبيع ومحاولة اضفاء الشرعية على التحركات الاماراتية بشكل منفرد بعيدا عن الرئاسة والحكومة اليمنية في السحر الغربي وهو اعتراف متأخر بأن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة التي بامكانها اضفاء الشرعية على تحركات التحالف في الداخل اليمني معركة المخا تمت لكنها لم تنتهي بعد وما زالت الميليشيا على مرمى حجر من الميناء التاريخي واحد اهم بوابات تهريب السلاح للميليشيا وتسعى جاهدة للعودة اليه وفي اطار الصورة ما زال هناك الاف مواطنين مبعدين عن منازلهم في المدينة منذ نزحوا عنها خلال المواجهات التي شهدتها نجاح الحكومة والتحالف في ادارة ميناء المخا وتجهيزه لاستقبال المعونات والمساعدات وحتى السفن التجارية من شأنه ان يرسل رسائل ايجابية للعالم بامكانية تجاوز مشكلة ميناء الحديدة وهما لا يبدو واضحا حتى اللحظة وهما يعني اختلاف الاجندات الخاصة عن تلك المعلنة فيما يتعلق بحركة الموانئ والسيطرة عليها لن تتغير الامور على الارض ما لم تقرر الامارات ومن خلفها التحالف تسليم ادارة الموانئ للحكومة الشرعية اشتركوا في القناة